اشتركوا في القناة اكد رئيس السيسي حرص مصر على ترصيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وكركزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح أفاق التعاون للتحقيق التنمية بمختلف أركانها أشهد رئيس السيسي بجهود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال فترة ولايته لإحداث تطور ملموس في مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات مؤكدا تطلع مصر لاستمرار هذه الجهود في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال التصال الهاتفين تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبحسب المتحدث باسم رئيسة الجمهورية فأن الاتصال تناول مجمل العلاقات بين البلدين وتبادر بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون في ملف تغير المناخ في ضوء عقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل من جانبه ثمن جونسون على الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا مشيدا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ومؤكدا مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تعد شريكا مهمة لبريطانيا بالشرق الأوسط وحوض المتوسط والقارة الإفريقية أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن حملة لدعم المرشحين الديمقراطيين في انتخابات التدجد النصفي بالكونغرس في دن فمبر المقبل وقال بايدن أمام حشد في ولاية ماريلاند إن البلاد بحاجة إلى التصويت لإنقاذ الديمقراطية مرة أخرى متهما ترامب والجمهوريين بمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الوراء ونشر الغضب والعنف والكراهية وعدد بايدن خلال كلمته بعضا من إنجزة إدارته فيما يتعلق بخفض التضخم وزيادة الضرائب على الشركات مشيرا إلى أن إدارته ستحضر الأسلحة الهجومية إذا احتفظ الديمقراطيون بمجلسه الشيوخي والنواب وصلت السيناتور الأمريكية مارشا بلاكبورن إلى تيوان لتصبح رابع شخصية سياسية أمريكية تزور الجزيرة هذا الشهر وكتبت بلاكبورن على حسابها في موقع تويتر إنها وصلت إلى تايوان لرسال رسالة بأن الولايات المتحدة لن تسمح بعزل الجزيرة أو خضوعها للتهديدات الصينية وقالت تايوان إنها ممتنة لأن أعضاء الكونجرس الأمريكي أظهروا مرة أخرى دعمهم القوي والتزامهم تجاه تايوان في وقت تواصل فيه الصين زيادة تهديداتها أعلن نائب المندوبروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانيسكي أن الموعد المحتمل للزيارة لخبراء الوكالة الدولية للتاقة الذرية إلى محطة زابريجيا النووية أواخر أغسطس الجاري أو مطلع سبتمبر المقبل وقال بوليانيسكي إنه من الصعب التأكد بأن الوكالة الدولية للتاقة الذرية ستقدم التقديرات المتوقعة منها مشيرا إلى أن مهمة بعثة الوكالة الدولية هي تقييم حالة المحطة ومدى سلمتها أدنت الولايات المتحدة أي مسعى روسي لتحويل الطاقة من أوكرانيا حيث قالت إن السلطات إن محطة زابريجيا للطاقة النووية فصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية وقال المتحدث باسم نظرة الخارجية الأمريكية إن الكهرباء التي تنتجها محطة زابريجيا هي ملك لأوكرانيا وإن أي محاولة لفصل المنشأة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وتحويلها إلى مناطق أخرى أمر غير مقبول قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه باحث مع نظيره الفرنسي إمانويل مكرون سبل دعم أو دفع الألقاء مع باريس تكريسا لمبدأ إقامة شراكة استراتيجية وشدد تبون في مدمر صحفي بالجزائر على السعي إلى تفعيل آليات التعاون مع فرنسا من خلال اللجنة الحكومية المشتركة والحوار الاستراتيجي من جانبه أكد مقا أن المباحثات مع الرئيس تبون تشمل البحث والبحوث والمحروقات والابتكار والتنقل بين البابين مشيرا إلى أن الواقع الدولي الراهن والمصاعب الناتج عنه تتطلب تعاونا من أجل مواجهة تلك التحديات ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظهر على الشاشة هذه تحياتي لأي أباسة شكرا لكم المتابعة إلى اللقاء